أهلا وسهلا بكم في صحتك في وعيك موضوعنا اليوم يهم كل أم وأب وكل اثنين ينمون الإنجاب موضوعنا اليوم عن صحة أسنان أطفالكم وتأثيرها على صحتهم النفسية وعلى حياتهم بصورة عامة على الرغم من أنه احنا اليوم نعيش في قمة الوعي الإنساني وفي عصر المعلومة والكثير من عندنا يفهم أهمية الأسنان اللبنية وحتى الدائمية بالنسبة للأطفال إلا أنه ما زال الاختيار بين القلع والحشوات لأسنان الطفل هو مأزق أو ورطة لكثير من الأهالي وللأسف الكثيرين بعدهم يلجأون لخيار القلع قبل ما أحكيكم عن الاختيار بين الحاجتين أول شي خليني أذكركم أنكم مسؤولين على صحة أسنان أطفالكم وأثبت الدراسات أن الطفل تحت عمر السبع سنوات لا يمتلك المهارة اليدوية الكافية أن ينظف أسنانه لوحده لكن بعد السبع سنوات ممكن أنك فقط تشرف على تنظيف الأسنان وتحرص أن الطفل ينظف أسنانه مرتي باليوم وخصوصا قبل النوم لأنه بالنوم يقل إفراز اللعاب بالفم وتقل مقامة الأسنان للتسوز إذا كان الطفل عمر أكثر من ثلاثة سنوات فرح تكونون أنتم مشرفين على عملية تنظيف الأسنان وتحرصون أن كمية معجون الأسنان تكون بحجم حبة البزالية أما إذا كان عمر أقال من ثلاث سنوات فنص حبة بزالية وخليكم حريصين أنه ما يبلع معجون الأسنان أو يأكله نرجع لخيارنا بين القلع والحشوات أكيد القرار والترشخيص رح يكون للطبيب لكن كثير من العوامل تعتمد عليك العامل الأول والأساسي هو عامل العمر عمر الطفل وعمر السن أحيانا يكون عمر الطفل صغير جدا بحيث أنه هو يكون غير متعاون أو ما نقدر نحصل منه على تعاون بحيث نكمل جلسة الحشوات فنفطر أنه نتجه لخيار القلع أما بالنسبة لعمر السن أحيانا يكون السن واصل مرحلة تسوز عبر مرحلة الإنقاذ نفطر أنه نقلعه وباقي لعمره بس شهرين ثلاثة ممكن نلجأ لخيار القلع أما إذا كان السن ممكن يفيدنا ويبقى بالوظيفة مدة أربع خمس سنوات فأكيد نبقي العامل الآخر هو عامل الألم وهذا أيضا يرجع للأهل إذا انتظرت ابنك يوصل لمرحلة شديدة من الألم راح تحط الطبيب في مأزق كبير لأنه ما راح يكون عند الوقت الكافي أنه يعالج هذا السن أو أنه يحصل على تعاون من هذا الطفل تدريجي فيفضل أنك تزور طبيب الأسنان بمرحلة مبكرة أما إذا قلعت أسنان الطفل لوحده من هاي الأسباب واللي معظمها هي الإهمال فراح تسبب فقدان مسافة وتسبب خربطة بالأسنان الدائمية والأسنان الدائمية تؤثر على صحة الأطفال النفسية لأنه أثبتت الدراسات أنه الابتسامة المتناسقة المنسجمة تؤدي إلى وجه جذاب أكثر والأطفال أو المراهقين لأسنانهم غير متناسقة يتعرضون للكثير من التنمر بالمدارس وهذا شيء يؤثر على بناء شخصيتهم على شعورهم تجاه ذاتهم على تقديرهم لذاتهم وبالتالي ثقتهم بنفسهم وأكيد كلنا واعي لأهمية الثقة بالنفس وتقدير الذات بالنسبة للأطفال فإذا كنت تنوي أنك تنشئ شخص ناجح قادر أنه يختار ويقرر حياته إذا كنت تنوي أنه ابنك ينشئ كإنسان بالغ يقدر يلقي شغل بهذه الحياة يتخذ قرارات لازم تحرص أنه يكون عنده ثقة بنفسه وتقدير لذاته فلا تستهين بصحة أسنان الطفل وما يحتاج أذكركم أنه إذا فقد الطفل أسنانه مبكراً هذا الشيء رح يأثر على تغذية الطفل وتغذية الطفل راح تأثر على نموه وراح تأثر على صحة النفسية والجسدية وأتمنى لكم الصحة والعافية اشتركوا في القناة